نبدأ الفقرات يمكن في بداية الأسبوع في بداية الأسبوع كده ساعات بيبقى فيه بالذات حاجة اسمها شردة وردة ده كان مقال بيكتبه والدي رحمة الله عليه يعني الشردة الوردة دي المرة دي بالنسبة لي كانت على هذا الموسم تعرف احنا في بداية السنة من 2014 بالتحديد لازم دايما بداية السنة تبقى ممتلئة بكم وقدر لا بأس بيه على الإطلاق ضخمة قد كده هو من الصخب والشائعات والهوسة وهكذا وزي ما دايما بقولك هو بيبقى الهدف من هذا الصخب طول الوقت هو زعزعت إيمانك وثقتك في الدولة في تحركاتها في المد اللي هي بتمتده وهكذا طيب تعالي نخدها واحدة واحدة هتلاقي ناس كتير قاعدة عمالة بتتكلم وإيه اللي حصل ومصر وحصل فيها إيه وإيه يعني اللي جار في السبع سنين ولا داخلين على السنة التامنة هو بإذن الله سبحانه وتعالى يعني وهكذا إيه اللي حصل ما حصلش حاجة بص تعالي نخدها واحدة واحدة مصر سنة 2014 بالتأكيد كانت وضع مختلف بالكلية عن مصر اللي احنا فيها دي نهاردة مختلف من حيث الاقتصاد بتاعه حجمه ده أولا الحجم حجم الاقتصاد طيب مختلف من حيث قوة الاقتصاد مش بقى الحجم بس لكن كمان قوته سباته استقراره وضع مصر السياسي في المنطقة قررتها الإفريقية وضعها في المنطقة العربية علاقتها بدول أوروبا سواء إذا كانت أعضاء الاتحاد أو مش أعضاء الاتحاد علاقتها بالوقت المتحدة الأمريكية علاقتها باستراليا نوزيلاند إلى آخره علاقتها بدول أمريكا الجنوبية علاقتها بالعالم كانت حاجة وبقت حاجة تانية خالص طيب مصر بالمناسبة هي طول الوقت جيشها قوي ورصين وصلب لكن برضو هل الجيش وضعه في 2014 زي وضعه النهاردة من حس قوته وتسليحه وكفاءته وقدراته القتالية برضو لا أنا هنا بس بقولك بمنتهى الاختصار يعني هل الاقتصاد وقتها زي دلوقتي وبالمناسبة الفايصل اللي ما بيني وما بينك إنك تجيب مثلا ما نشر عن مصر اقتصاديا تقارير مش مجرد كلام يعني مش أقويل ولا حتى مقالات تحليلية تقارير اقتصادية واضحة وما تبصش على التقارير بتاعتنا ولا تقارير الدول الشقيقة يا عم بص على التقارير اللي كانت بتصدر في مؤسسات وفي صحف انجليزية وصحف مؤسسات وصحف أمريكية ومؤسسات وصحف ألمانية وفرنسية وسويسرية إلخ إلخ هتلاقي الوضع مختلف بالكلية وإيجابا بالمناسبة يعني قعدنا نتحرك من وضع إلى الأفضل إلى الأفضل منه وهكذا ده اقتصاد كذلك السياسة والدواير الحيوية المصرية وقدرة مصر على التعاطي مع مشكلتها وعدم الإنجرار وراء الاستفزاز ولكن تحديد الموقف ووضع مسافة واحترام ليس ترهيبا ولا تخويفا ولكن احترام احترام مصر لوضعها كدولة هي الأمة في المنطقة العربية هي الشقيقة الكبرى وأيضا الأمة من وجهة نظري في إفريقيا وهي دولة من الدول اللي لازم كانت تبقى من أو القاهرة تحديدا عاصمتها هي واحدة من عواصم القرار مش بس على المستوى العربي ولا على المستوى الإفريقيا لكن على المستوى العالمي وبالمناسبة حصلت وتذكر كويس جدا هنا بقى الملف الخارجي المصري تحديدا كده في فلسطين إزاي مصر برؤيتها فيما يتعلق بفلسطين أصبحت هي دي الرؤية الدولية وده اللي احنا شفنا إشهادات منه من كل عواصم صنع القرار الكبرى واشنطن، لندن، برلين، باريس إلخ 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 كويس؟ طيب كمان وضعك انت كمصري يعني لما ييجي حد مثلا يقولك إيه وإيه اللي حصل في وضع المصريين اقتصاديا ده يا جماعة الحد الأدنى للأجور أقولك الحد الأدنى للأجور في 2011 كانت المطالبة بيه 1200 فالنهاردة بقت كم؟ 2700 فييجي حد هيقولك طب تعال انت ترجمها بالدولار ده الـ 1200 كانوا زمان 172 دولار والـ 2400 دول 2400 بالمناسبة 2700 دي هتبقى في العمل المالي الجديد قوله إن شاء الله ده هي برضو الـ 172 يعني عملية لو انت عايز تحسبها بالدولار ده معناها إنه مصر قدرت تحافظ على وضع عملتها قدام الدولار من 2011 بكل اللي حصل 2013 بكل اللي حصل حتى اللحظة اللي احنا فيها اللي هي متضمنة إيه؟ كورونا بكل اللي حصل على مستوى العالم إذن حجم الاقتصاد المصري وهو عمال بيكبر بيكبر ويتعظم كان مصحوب بقوة للاقتصاد المصري في إنه يقف قدام التحديات اللي حصلت في 2014-15-16-17-18-19-20 احنا هنا بنتكلم على أوضاع كانت على المستوى السياسي في المنطقة كلها غير مستقرة على الإطلاق بل أقدر أقولك بمالو البؤ أوضاع مخيفة ومصر كانت بتخوض فيها حرب شديدة الصعوبة حرب ضروس في مواجهة الإرهاب وأديك شايف في النهاية خالص إيه اللي حصل للناس رجعت سينة استلمت بيوتها مزارعها تنمية بتحصل مشاريع ضخمة على المستوى العمراني مشاريع ضخمة على مستوى البنية الأساسية مشاريع ضخمة على مسألة ربط سينة ببقية القطر المصري عن طريق الأنفاق إلخ 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 الله هو البلد اللي تقدر تعمل ده يبقى بلد ضعيف أو اقتصاده ضعيف أو اقتصاده مهدد لا بالعكس نحن بنتكلم بالتعبير الاقتصادي يعني ده بنسميه الاميرجينج إيكانومي أو الاقتصاد الناشئ طيب مصر واحدة من ضمن أكبر عشرين اقتصاد ناشئ على مستوى العالم بل إنه التقارير بتتكلم على إنها أقوى اقتصاد في الاقتصاديات الناشئة العشرين دي حلو؟ طيب وعندي أزم التضخم وأزم اقتصادية تضرب العالم القوي قبل الضعيف ومصر الحمد لله والشكر لله وقفة وثبتة وبتتكمل التحدي وبتأدي يعني هي مش مجرد التحدي أي أنها تقوم لا وبتأدي هو الحمد لله والشكر لله إحنا لسه بنبني مصادع ولسه بنبني في مدن جديدة ولسه بنبني في مدارس ولسه بنبني في مستشفيات ولسه ماشيين في كل وعد قدمه رئيس الجمهورية بإنه هيبقى فيه تأمين صحي شامل موقفش هيبقى فيه مدن جديدة من الجيل الثالث والرابع موقفتش وشغالين هيبقى لسه فيه المزيد من المصانع والتجمعات الصناعية موقفتش هيبقى لسه فيه المزيد من استصلاح الأراضي واستزراعها وبملايين الأفدنة ما وقفتش إلى آخره طب انت سايب نفسك للشائعة ليه وتتوتر وتتخض وتقعد تشير في فيديوهات وتشير في بوستات ده كلام فاضي هيبقى فيه وقت إن لم تحتملوا هذه الحلقة فهتحتملوا بإذن الله حلقة بكرة نقعد نتكلم على مش بس بقى اللي احنا كنا بنقوله خلال السنة اللي فاتت أو السنة اللي قبلها كمان لأنه في السنتين اللي فاتوا دول بالرغم إن كان فيه كورونا كانت الثمار الإصلاحات الاقتصادية قاعدة عمالة بتظهر وتتبدأ أمام الجميع داخلا وخارجا لكن كمان هقولك على اللي جاي من إنه تلاقي مؤسسات مالية شديدة الضخامة شديدة الضخامة تصدر بيانات بإنها هتبدأ نشاطها في مصر في هذا العام وإن شاء الله هنتكلم في ده بالتحليل وبالتفصيل بس استنونا